موسيقى خفقنا إلى أعلى وإلى أسفل مجموعة قصصية هي المجموعة الثالثة في مصر شغبي وشغفي في عالم القصة والسرد عموما بعد تجربتين مع دار النشط المغربية عام 2019 مجموعة قصصية بعنوان عوالم شفافة عن دار جامعة المبدع المغاربة وكذلك في 2020 نسخة عارية الجودة عن نفس الدار هذه المجموعة القصصية خفقنا إلى أعلى وإلى أسفل صدرات عن دار نشر مصرية ذاتك للنشر والتوزيع والترجمة ويتضمن هذا الخفق بين دفتيه أو بين جناحيه 25 قصة قصيرة جاءت موزعة على قسمين قسم أول وسمته خفق إلى أعلى وقسم ثاني عنوانه خفق إلى أسفل لماذا هذا العنوان ولماذا هذا التوزيع؟ لأنني حاولت في هذا الكتاب الجديد أن أحاكي الكتاب المتمارسين في مجال القصة القصيرة حيث ألاحظ في المجامع القصصية يكون هناك خيط ناظم محوري تدور حوله القصص ولا تكون متباعدة ومتفرقة من حيث التيمات والموضوعات وهذا ما حاولت أن أسلكه في هذا الكتاب لذلك ستجدون عند قراءته أنه يتضمن قسمين قسم أول يتحدث عن تيمة معينة وكل القصص تتشارك إلى حد بعيد في هذه التيمة ثم قسمون ثانين نفس الأمر التيمة الأولى هي الهجرة الهجرة السرية أقصد موضوع الذي أشغلني أخيرا من خلال الملاحظة للمحيط الاجتماعي ولقائب العديد من الشباب الذين يحلمون بمعانقة الفيردوس الأوروبي بين قوسين لهذا يسلكون هذا الطريق طريق المجازفة والمغامرة والذي لا ينتج إلا من خلال ملاحظتي لا ينتج إلا الأضرار النفسية والجسدية ربما والرفض لا ينتج سوى الفقد وأحيانا الموت فهذا الموضوع الإنساني هو الذي حاولت أن أعالجه من خلال قصص أو معظم قصص الجزء الأول لأمرر كذلك رسالة وهي أن لا خير في هذه المسألة الهجرة السرية رغم أن البعض قد يختلف معي كون القصة بعيدة عن هذه الأمور وليست وظيفتها تمرر رسائل ربما ثم قسم ثاني تيمته فرضت نفسها عليه بحكم أو بوصفي خاصا شابا ينتمي إلى جين من الشباب مهووس بالقراءة والكتابة فوجدت تيمة الكتابة وقلقها تفرض نفسها عليه لهذا عنوانت هذا الجزء بخفق إلى أسفل هو رجوع إلى الدات لإكتشافها ربما ولإتباتها أدبيا ربما لذلك ستجدون أن قصص هذا الجزء أو هذا القسم كلها تدور حول تيمة الميطة الصرد أو الكتابة عن الكتابة فلهذا حاولت أن أتقاسم هذا الهم الاجتماعي والإبداعي مع القراء لعلهم يجدون فيه قليلا من الجمال حلم وهو يلبس قفزيه لمعاينة ذلك الجسد القادم من بلد آخر رجح الطبيب فرضية إصابته برصاصة طائشة أو غارة مباغتة لكنه تفاجأ بسلامة جتة المحارب ألقى الطبيب نظرة على الملف الطبي المرسل رفقة الجتمان من حدود بلد حليف قرأ في خانة سبب الوفاة كان يحلم بالنجاة شكرا جزيلاً بسهل للجمال شكرا جزيلاً بسهل للجمال